موسيقى والآن إلى لقاء اليوم نتحدث فيه عن الأخطار الناجمة عن الزلازل في منطقتنا عقب زلزال إيران والعراق الذي وقع مؤخرا قتل فيه قبل أيام 530 شخصا وأصيب أكثر من 7000 على الأقل في إيران لوحدها وإيران والعراق جراء الزلزال القوي الذي ضرب المناطق الحدودية بين البلدين وكان بقوة 7.2 درجة على مقياس رختر ويعتبر هذا الزلزال هو الأقوى منذ عام 96 ووفق للخبراء فإن سجلات تاريخية للزلازل في الأردن سجلت أكثر من 31 زلزالا تتراوح ما بين 4 إلى 5 إلى 6 درجات بمقياس رختر 70% منها تركزت في منطقة البحر الميت و30 منها في منطقة العقبة سنتوسع أكثر في الحديث عن موضوع الزلازل في المنطقة سنرحب بالدكتور محمود القريوتي رئيس مرصد الزلازل الأردني صباح الخير صباح النور صباح بعيد عن الزلازل إن شاء الله إن شاء الله نتحدث بقراءة دكتور بسيطة عن زلزال الذربة مؤخرا منطقة المنطق الحدودية بين إيران والعراق حقيقة هذا زلزال وقع في منطقة جبال طرق زاقروس وهي الحد الفاصل ما بين إيران والعراق هذه المنطقة تعتبر نشيطة زلزاليا وذلك الوجود حد ما بين الصفحتين الصفحة العربية تتحرك في افتجاه الشمال وهذا التحرك ينتج عنه نطاق تصادم وبالتالي نشاط زلزالي هذا الزلزال وقع إلى الشمال من مدينة بغداد إلى الشمال الشرق من دمينة بغداد حوالي 214 كيلومتر وجنوب مدينة السليمانية حوالي 90 كيلومتر طبعا نتج عنه أضرار طبعا عدد الهزات الارتدادية التي وقعت في هذا الزلزال حقيقة هو عبارة عن أزمة زلزالية أو أحيانا نسميها عاصفة زلزالية تبع هذا الزلزال لا يقل عن 200 زلزال طبعا بقوة مختلفة كان قواها في حدود الأربعة و تسعة بعد الزلزال الرئيسي نعم طيب نتحدث عن 530 قتيل في إيران وأيضا أكثر من 7000 جريح نتيجة هذا الزلزال الذي وقعه بين إيران و العراق كانت المصادر تقول بأن مصدر الزلزال كان انطلق من منطقة حلبتشا في العراق لماذا كان تأثير في إيران أكبر من العراق برغم أنه من المصدر البداي من العراق نعم الآن تأثير الزلازل ليس فقط على القوة هناك عوامل أخرى تتحكم في مدى الدمار الناتج عن هذه الزلازل من أهمها بعد قوة الزلزال طبعا و بعده هو الموقع الجيولوجي للمنطقة الموقع يختلف من مكان إلى آخر و بالتالي تأثير الزلازل على هذه الموقع تختلف بالإضافة إلى مسار الزلزال نفسه من المصدر إلى الموقع المعني يختلف من مكان إلى آخر فبالتالي الموقع الجيولوجي وأيضا مسار الزلازل يختلف أيضا طبعا البنية التحتية للمنطقة المعنية تختلف من منطقة الأخرى فبالتالي لهذا الزلزال كان تأثير في الجانب الإيراني أكثر منه من جانب العراقي نعم طيب نتحدث عن الأردن يعني سجلت كمرصة الزلازل الأردني سجلت 31 زلزال على مدار تاريخ البلد و 70% منها في البحر الميت 30% منها في العقبة نتحدث شوي عن تاريخ الزلازل في الأردن وهل البنية التحتية في الأردن تتحمل هذا الشيء؟ إحنا في الأردن نقع على الجانب الغربي لما يسمى بالصفيحة العربية هذه الصفيحة العربية تتحرك شمالا نسبيا إلى الصفيحة التي بجانبها وهو صفيحة سيناء فلسطين هذه الحركة النسبية نتج عنها ما يسمى بتركيب أو حفرة انهدام البحر الميت هذه الحفرة تمتد من خليج العقبة جنوبا واد عروة البحر الميت واد الأردن لبنان إلى جنوب تركيا كل هذا التركيب الجيولوجي هو المعني والمسؤول عن النشاط الزلزالي في المنطقة هلأ إحنا منطقتنا تحتاجنا دكتور أن هذه المنطقة قابلة لوقوع الزلازل نتيجة تكونها الجيولوجيا هلأ ليش لأنه إحنا على حدود صفيحة هلأ بس بحمد الله تعالى يعني زلزاليتنا من النوع القليل ليست من النوع يعني أقصى إشو سجلنا ست درجات مئة هلأ لا حقيقة سجلنا أكثر من هيك يعني سجل التاريخي يعني قال إنه هناك أكثر من سبعة أو سبعة ونصف عحيانا سجل في هذه المنطقة تاريخيا أقصد تاريخيا يعني تاريخيا أكثر من ألفين سنة نقطة الآن يعني حقيقة في زلازل أكثر من ثلاثين زلزال طبعا على طول هذه المنطقة ليس في الأردن فقط لكن على طول هذه المنطقة طبعا الدلائل إما سجلات تاريخية أو أيضا دراسات حقلية يعني الآن موجود حقلية يعني دلائل تدل على أن هناك فعلا منطقة تعرضت لنشاط زلزالي كما قلت لك لأنه نقع على حد الصفيحة العربية الزلازل الحديثة يعني آخر زلزال حصل من الزلازل الكبير اللي هي زلزال خليج العقبة عام 1995 كان هذا بقوة سبعة وثلاث لكن كان يبعد عن مدينة العقبة جنوبا حوالي واحد وتسعين كيلومتر فبالتالي التأثيره على أردن كان قليل لكن كل المنطقة شعرت فيه الأردن وفلسطين حتى قيل أنه في دمرق شعروا فيه في هذا الزلزال قبل ذلك كان زلزال 1927 وهو من الزلازل المشهورة حدث في منطقة البحر الميت وكان بقوة ستة وربع قوت الله يقول عن ثلاثمائة وخمسين شخص كان معظمهم في مناطق أريحة والقدس ونابلس وحيفا ويافا حتى في الجانب الأردني في الصلط وفي عجلون كانت هذه المناطق تأثرت بهذا الزلزال بعد هذا الزلزال لم يكن هناك أي زلزال ضربة المنطقة بعد 27 سنة 27 الزلازل موجود لكن هذا الزلزال أكبر زلزالين سجلها في المنطقة طبعا الزلازل أقل من ذلك سجل كثير على سبيل المثال 2004 سجلنا 5-1-2007 يعني من الزلازل أقصد المحسوسة طيب دكتور يعني بعيد الشر ولا سمح الله كان في حال حدوث زلزال في منطقتنا وتحديدا في الأردن يعني شو النصائح الواجب اتخاذها من قبل أي مواطن لتفادي الأضرار الآن بالنسبة للنصائح المواطنين يعني أهم الشيء للمواطنين أنه ما صير إرباك أو يصير نوع من الأمور السلبية الناتجة عن هذا الزلازل أول شيء إذا كنت في البيت يفضل أنك لا تسرع وتخرج مباشرة لأنه أحيانا بصير زلزال كبير ومن ثم يتبح زلازل أخرى قد تكون تؤثر الآن الأفضل أنه تأتي أو تكون في مناطق آمنة في البيت اللي هي مثلا طاولة قوية شوي أعمدة البناء بتكون أكثر تحمل بس تهدى الأمور يفضل أنه تأخذ معلومة من الجهات المعنية أنه تخرج أو لا إذا كنت مثلا في مدارس أو مناطق تجمعات يفضل أيضا عدم الخروج بسرعة لأنه أحيانا أو كثيرا ينتج ضحايا نتيجة غير مباشرة للزلازل يعني بصير زلازل لكن لا يفصل شيء لكن مبعد ذلك يحصل هل يحصل الهروب لمنطقة خالية مثلا من المفعل؟ يفضل طبعا إذا كنت في منطقة مثلا في سيارة تبعد مناطق العالية عمدت الكهرباء تبعد عنها إذا كنت طبعا في مناطق خطرة مثلا لا سمح الله في مصانع أو أمور قد تؤثر تبتعد عن هذه المناطق يفضل تكون في مناطق مفتوحة يعني الله يحمي البلد ويحمي كل مواطنين وأيضا الوطن العربي شكرا إليك دكتور محمود القريوتي رئيس مركز أو مرصد زلازل الأردني شكرا جزيلا أنا شاكر إليك أهلا وسلا فيك